لم يكن ينقص محافظة الحديدة الساحلية سوى ظهور مرض الشفاه الأرنبية الذي بات كابوسا يؤرق الأهالي المرض الذي يصيب الأطفال حديثي الولادة يلازم حياتهم كتشوه خلقي ليحرمهم من استخدام شفاههم بشكلها الطبيعي نحن اليوم الأول على التواري نعمل بعمل متواصل ودقوب بمجموعة من القراحين في قراحة الحروق والتجميل لعمل هذه العمليات والناس في حاجة ماسة لهذه العمليات كقراحة الحروق والتجميل وقراحة الكليفت لبز والكليفت بالات وإن شاء الله سنستكمل كم العمليات التي تم استهدافها في المخيم لشدة الوضع الماساوي الذي يعيشه الناس الفقراء في محافظة الحديدة تحتاج الظاهرة التي باتت ملفتة في محافظة الحديدة إلى العديد من العمليات الجراحية كما تتطلب هي الأخرى تكاليف باهظة في ظل وضع مادي مترد يعاني منه أبناء المحافظة لا يتمكن الكثير من الأهالي من إجراء العمليات التجميلية لأطفالهم وهو ما يدفع بعضهم إلى الانتظار لما تقوم به المؤسسات الخيرية من مخيمات طبية مجانية لتستمر معها نداءات الإنسانية المتكررة للالتفات إلى معاناة هؤلاء الأطفال طبعا العمليات النوعية التي قام بها المخيم هي عمليات ترقيع الطبلة وعمليات المسالك البولية وكذلك عمليات التشوهات الخلقية التي هي عبارة عن الشفاء الأرنبية وكذلك انشقاق الحنك من بين هذه المبادرات قامت مؤسسة طيبة بتنفيذ مئات العمليات الجراحية مجانا في مستشفى الكويت في المحافظة مساهمة في تخفيف المعاناة عن مئات الأطفال المصابين بتشوهات خلقية استطاعت من خلالها إعادة البسمة إلى وجوههم بعد حرمانهم منها طويلا ويبقى آخرون في طابور المعاناة الطويل ينتظرون من يعيدوا لوجوههم ولو مجرد ابتسامة حرموا منها لتظل شفاههم رهنا لمثل هذه المخيمات